السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ نرد معنا فيديو جديد عن ماذا يحدث للجنين عندما تبكي الأم منذ بداية الحمل تتكون وسيلة اتصال سرية بين الأم وجنينها حيث تشارك الطرفان الأفكار والمشاعر وإذا بدلانها بشكل مصير للدهشة من دون أن تعرف الأم ذلك تزيد قوة الاتصال بين الأم وجنينها كلما اقترب موعد الولادة لذلك فإن المشاعر التي تشعر بها الحامل بالإضافة إلى الأفكار التي تخطر على بالها والعاطفة التي تكنها للمقربين منها تصل إلى الجنين بصورة طبيعية وتؤثر فيه بشكل كبير في هذا الإطار يمكن أن يبكي الجنين أو أنه قد يبدو كذلك وهذا يظهر عن طريق شافتيه الذين ترتجفان عندما تبكي أمه الحامل كما يحدث للرضيع عند البكاء عندما تكون والدته في حالة مزاجية سيئة يشعر الجنين هو داخل رحم أمه بكل ما تشعر به فإذا كانت سعيدة سيكون هو كذلك فيما إن كانت حزينة سيشاركها هذه المشاعر أيضا كما أن الجنين في رحم أمه يستطيع التمييز ومعرفة حالتها النفسية هو يندمج معها كما هي وذلك لا يكتصر على شعوره بها فحسب إذ أن حالة الحمل النفسية تؤثر على نفسية الجنين خلال أشهر الحمل وحتى بعد ولادة الطفل لذلك فهي قد ترافقه بعد خروجه إلى العالم أيضا فضلا على أنها قد تؤثر سلبا على صحته الجسدية وعلى نموه بعد ولادته في حالة استسلامة الأم لمشاعرها السلبية في نهاية الفيديو لو عجبكم يجب تدعمونا بلايك وكومنت وتشاري الفيديو ده مع أصدقائكم وانتظروا من هنا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ